اصحابي يا اصحاب الكرة اهلاوية لكم اني احلى تحية ومش هتلاقوا بره زي الاخبار دي تأرير عن نادي افس البرتغالي مفرحة لكهربا وكلام المهندس عامر العميرة عن كهربا والله هيصم عرابي وتأرير عن مطش الرجاء في المغرب ايه اوضاعه وهيكون في انيستاد الاول هنقول بسم الله احمر رحيم وصلي على نبينا الكريم اخوك اهلاوي اشترك معايا يا اهلاوي يا محترم الاستاذ كهربا البركة على فكرة محدش يتخيل ان الازمات اللي بيمر بها كهربا هي فيها شيء سيء لتطلع كهربا فيها شيء جميل جدا 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 مستني كهربا كون كهربا يكون عليه كل الزوبعة وكل الهيصة دي كلها معناها ان هو بطل وصوبر هيرو كمان ليه؟ لان كل اللي بيجيشوا عليه من زمالك ومسندين الزمالك في الوزرات وفي الاتحادات وفي كل حتة في مصر مسكين كرار كلهم بيتجيشوا على كهربا اعرفوا ان كهربا راجل وان كهربا بيزني الله يا ربنا هيكون في ظهره ضد كل الشياطين دي قافس عشان تعرفوا ان ربنا بيفرجها من عنده قافس البرتغالي الجمعية العامية بتاع نادي قافس البرتغالي قررت ان هي ترجع النشاط لنادي قافس البرتغالي بعد ما كان قافلها وبطل النشاط فدلوقت بيه الشكل ده كهربا مش هيدفع الاتنين مليون وربعمية لواحده هيتقاسمه هو نادي قافس وكمان كده كده نادي قافس في الاستقناف الجديد بعد الحيثيات هيشرك مع نادي قافس في مشكلة دفع الغرامة دي زي قلتلك كده ربنا بيفرجها كتير من عنده قاربة فترة اللي قاعد فيها ستة شهر رجع فيها لربنا وشفت والتزم كتير لحسبانا اللي كان بيحسبانا على كل ظلمة واحد يتحبس وبعد ما تحبس اتشال من ناديه وبإذن الله بإذن الله ربنا هينصر كهربا هيسم عرابي هيسم عرابي بيقول عقوبة كهربا يتعاقب كهربا بعد ثلاث شهور من الفعل وفي نفس يوم عزل مرتضى مصور بلاش لعب التوازنات دي ولا توجد ليحة بيها اتناشر مباراة طبعا انا لو دخلت على صفحة الكرة اهلوية على الفيسبوك هتلاقيني محاطة الليحة على صفحة الفيسبوك وعلى فكرة فوق في الصفحة بتاعتي هتلاقي الليحة انا كاتبها وفيها جاء انا حطيتها على الصفحة وفيها كل البنوت اقصى باند هو ست متشاط وخمسين الف اه جنيه عقوبة مفيش لمليون ولا فيه ست متشاط ولا فيه كلام من ده الكلام ده من ده عشان يعملوا بتوعامات يسكتوا بجمهور الزمالك الليحة عشان خاطر ما يعملش لان جمهور الزمالك عاوز ايها المرتادة يمشي عشان يرجعو له الجوء للأستاذ تاني اللي هو منعهم منهم وحلف ان هو ما يدخلهم تاني نيجي الماتش الرجاء والاهلي هناك بيقولك تقارير مغربية مواجهة الرجاء والاهلي في اياب دور التمانية تبتعد عن ملعب مركب محمد الخامس بسبب اصلاحات الجدير بالذكر ان النادي الرجاء عاوز الكاف يصدر يصدر العقوبات اللي هتيجي على النادي الاهلي اللي متوقعين وهم وهم والهلال من بعض ماتش الهلال عشان الاهلي يتحرم من جمهوره في استاذ القاهرة ولما كانوا بيهددوا الاهلي بيقوله اذا كنت هتعمل انت استاذ القاهرة جحيم لينا فعنت مفيش جحيم زي مركب ملعب محمد الخامس هناك وكده كمان ملعب محمد الخامس عشان الاصلاحات اللي فيه مش هيكون صالح لماتش الرجاء وبإذن الله نتأهل عنه نجي للعامر العميرة والمهندس عامر العميرة والمهندس عامر العميرة والمهندس في موضوع القهرباء يقولك انتحاد المصري يصرب العقوبة وبعد ما شاف ان الجمهور بعد ما شاف عدم الرضا الجمهور سرب للناس ان العقوبة ممكن الاستقناف عليها ويتم ايقاف العقوبة وده غير صحيح ليه غير صحيح؟ العقوبة لما بتاهروا بيبقى فيها شقين شك اولا وقف اللاعب والشك الثاني الغرامة الغرامة هي اللي بيتعمل عليها الاستقناف وبيتوقف الدفع لغاية لما هي نهاية الاستقناف اما الوقف اما وقف اللاعب فبيستمر لغاية ما يتبت فيه في الاقاف وبيقول العامر العميرة وهي ده غير صحيح ياريت المسؤولين يقروا قبل ما يصربوا صربواВين تنقيーん الشخصي اللاعب البمكة من عمل العميرة! ويمكن قبل ما يصربوا واكو بهي مقتتوب نحتاج للمرilli الجهبز الاستاذ الجنياس الاستاذ вмشطيب الاستاذ الخبيس يعطي لأبقمي ستوكرن مستعد فكرة وراغبة السيطرة عل كل المطلة ليه كبير واحد. طبعا هو مش ابير مع النادي الاهلي. لكن بيجيبه من ناحية تانية اقول لك انا نفسي كمان بضحي. بمعنى زمالك فاز بالدوري في كرة القدم اخر سنتين. اتمنى فوز فريق اخر باللقب سواء اهلي او بيرمز او المصري او الاتحاد قريبا. يعني الاستاذ بيجب من جيبه. طب انا هقول لك بقى مدام انت بتجب من جيبك يبقى مش من جيبك. انت كده بتجب من اتحاد الكورة بتحجي بتجب من وزارة الرياضة اللي هم ادهولك حصها. وا انت كمان عاوز تستغنى عنه تدي له اهلي حصة وتدديه بعد كدا البرمز حصة. والمصري حصة. واللي بيتعب في الكورة. واللي بيجيب لعيبة، ومدربين عجانب ما ياخدش اي حاجة. اي تعب طعبه. هو ده الكورة عند الناس دي. هي دي الكورة عند المجموعة ديت. هي دي الكورة عند الزمال كوية. فاكرين ان الرياضة حصة. وزي ما الاهلي بياخد واحد اديني واحد زي ما الاهلي بياخد واحد ادي اسماعيلي واحد ادي ده ادي ده ما بيعترفوش بحاجة اسمها منافسة ما بيعترفوش بحاجة اسمها مسابقة تمال بيعترفو بالمؤامرات والتأسيمات والحصص والكوتات بيقولك الاسماعيلي المهم بطل اخر يسع وقريبا الاسماعيلي المهم بطل اخر يسع الجماهير اخرى او تكتسع قاعدة المنافسة طب تكتسع قاعدة المنافسة معك ولا مع الاهلي والجميع يتقبل ذلك وعلى الجميع يتقبل ذلك بالتعب وبالعرق مش بالكوسة مش بالاحتواء ولا البرتوكول يقولك والجميع تقبل ذلك كذلك كرة طائرة زمالك بطل الدوري العام الماضي ثم بطل الأمس العام جديد واحنا نتقبلها لأن لعيبة الأهلي طراخت وكمان عندكم كان فيه شوية تحكيم لكن لعيبة الأهلي هي الطراخت هنا أنا أعترف كأنها منافسة وإنت كمنافسة ولعيبة الطائرة كمنافسين فازوا مع أن فيه مشاكل في التحكيم بيقول بطل الدوري العام الماضي ثم بطل أمس العام جديد بيقول هذا يكفي يعني تكفي إيه دي شخصية البنادم الوصيفة يا جماعة اللي هو زي خالد العنظور قبل كده قال لك يا جماعة احنا خدنا بطلة سوبر وسوبر أفريكي وخدنا مش عارف إيه هي استكفت كده دي بالضبط بالضبط شخصية البنادم الوصيفة عمره ما تكون شخصية بطل وكمان شغل الرداحة والكيادة اللي بيتعمل هنا عمرها ما تكون شخصية بطل البطل طول عمره شامخ ما بيفرحش ببطولة عبره ولا بطريطين عبرين جم في خلال سنة في ظروف ممكن المنافس فيهم يكون تعبان بيقول لك نريد بطل آخر المسلم القادم سواء سبورتنج أو الأهلي أو الجيش المهم فريق آخر غير مقبول إنه يسطر الزمالك على كل البطولات لكل اللعبات اللي هو السنة دي الزمالك خسران بتاع 40 ماتشم على الأهل اللي مش كسبان غير بتاع 4-6 متوشة اللي هو بيقول إن الزمالك كسب كل اللعبات ده هو خسران في الكورة كل شيء ما تكسبش حاجة حتى الآن ماشي وفي اليد اللي هو كان 4 سنة كاسع فيها خسرها أنتوا لسه بتشموا نفسكوا بالطايرة بس وبإذن الله الطايرة اللي هي في عالم الصلاة مش هنطلعكم منها ويتفضل كرة القدم ويقولوا يا عبد تانية حكري عند النادي الأهلي لحين السنة الجاية ناخد منكم كمان البطولات بيقولك غير مقبول إن يسيطر الزمالك علي كل اللعبات خلاف 81 مليون زمال كاوي عشان يا جماعة تعرفوا كمية الزراط كمية الهبل كمية العتة في مصر 81 مليون زمال كاوي طب لما أنت 81 مليون زمال كاوي ما كسبتش ليه 42 دولة لما أنت 81 مليون زمال كاوي ما كسبتش ليه 10 أفريقيا لما أنت 1-80 مليون زمال كاوي ما روحتش ليه كاس العالم لما انت واحد وتمانين مليون زمال كاوي ما جبتش بالشعبية ديت تسويق يساوي الواحد وتمانين مليون ليه انت معتوه بتكلم معتيه بيقولك هناك جماهير اخرى محترمة تستحق ان تفرح ببطولات انديتها التي غابت عن البطولات بسبب هيمنة الزمالك على معظمها الكلام ده جملة ما يتقلش غير النادي الاهلي لكن تفخيما بالكذب يقولوها المكذبين والمنجمين اللي بيحبوا ينفخوا في صنم ما فيهوش روح اسمه الزمالك التي غابت عن البطولات بسبب هيمنة الزمالك على معظمها شكرا للزمالك الذي عدل المزاج وامتع الجميع وليس جماهيره فقط لكن انتظر ابطال اخرين مش كده ولا ايه كلام في الهجايز طبعا كل الكلام اللي قاله الاستاذ احمر الخبيث كلام في الهجايز كلام كله ما ينمش عن واحد متعلم ما ينمش عن واحد مزيع ما ينمش عن واحد اشتغل في مناطق او هيئات كبيرة جدا ده كلام ما يقولوش الا واحد مخه ايه ده لا ده النملة مخها يدرك الصحة عن الغلط عن مخه شكرا يا نملة يا ريتك تعلمي الاحمر الخبيث